هذا الابتكار هذا الابتكار الموجود عند المصريين السيدة عائشة لما سمعت أن الصدقة قبل أن تقع في كف الفقير تقع في يمين الرحمن طيبت الصدقة فماذا فعل المصريين من زمان هم بيعملوا هذا الإبداع في الصدقة أولا عملوا السبل أنت عايز تشرب الناس مر مي تعمل سبيل المعبز ده بهذا الجمال لي قالك لأن الله جميل وأن يحب الجمال فنبدع حتى التكية زمان كانوا يعملوها شكلها حلو مهيئة وجميلة وفيها أحلى أكل وأجمل شيء يقدم جدا جدا لدرجة مثلا من الحاجات اللي عملوها أنهم أكلوا الطير في السماء يعني مأذنة قبة الإمام الشفعي عليها مركبة رمز الإمام الشفعي أنه كان سفينة في بحر العلم بس الأهم من كده أن السفينة دي أو المركبة دي بتحمل عدد من كيلوات الأمح عشان يأكل الطير في السماء تكية أبو الدهب اللي في مقابلة الأزهر الشريف فيه كمان عبارة عن شؤونة بيأكل فيها الطير في السماء لكن من الحاجات المهمة أن المصرين عملوا إبداعات كثيرة جدا جدا فمسلا على ذكر ما كانت تفعله السيدة عائشة إيه اللي حصل؟ مصرين كان عندهم الأولى الزمان واللي عارف بينزل في منطقة الأزهر الشريف أو منطقة الضرب الأحمر كانت تتحط الأولى ويتحط عليها شاشة عشان ما ينزلش في الغبار بس فيه كمان واحد نزيه كان يحط فيها موارد ومزهر إيه الموارد والمزهر ده؟ قالك لأنني أريد أن أطيب الصدقة بيطيب الميا للناس بيطيب الميا للعائية الصدقة اللي هو السبيل للناس أن خير الصدقة سقيا الماء كانوا يلونوا الأولى كمان يلونوا الأولى طبعا طبعا كل الكلام ده لأن أنا بقول فيه قاعد عند المصرين مبنية على فكرة أن التدين عندهم الوسع أنا بحب الحكمة دي أنا بقول الحكمة دي وبحبها جدا أن من علامات صدق الحب الإبداع في حب البديع إن الواحد هل جزاء الإبداع إلا أن نبدع في حب الله سبحانه وتعالى فالإبداع دوت هو اللي يدخن من سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بيها إلى يومك المصرين عملين كده عندهم هذه الحالة من الإبداع في حب البديع سبحانه وتعالى عارف حذيك لما هو يصبهم بالكئبة وبيصبهم بالكئبة ليه؟ هو بيصبهم بالكئبة لأن الإنسان المكتئب ضعيف عنده مصاب بالهوان الإنسان الذي لديه مرح عنده سعة وعنده بشر هو لو أنه قال له والله النهاردة الحال صعب هيقوله إن شاء الله الخير جاي فهو ما يحبوش يقول الخير جاي يقوله هو أنت بتعمل إيه من الطعاط عشان الخير يجي يحقق معافة تفاوله فيه معدلة غلط فيه المعدلة غلط؟ أن إعطاء الله لا يتوقف على عملي إعطاء الله فعل كريم منفصل صحيح عملي الله سبحانه وتعالى يعطيني عندما أعمل الصالحات يعطيني عندما أعمل الصالحات لكي يجعلني أتقرب إليه أقبل عليه لكن الله سبحانه وتعالى بيكرم الكافر والمؤمن والنملة وكل شيء وزقه سابق على العمل الصالح ولكن أنا لن أستشعر جمال تدبير الله وكمال فضل الله وجمال معاملة الله إلا إذا كنت أنا من أهل العمل الصالح لأن العمل الصالح ده هو الذي سيجلي عيني لكي أرى حسن تدبير الله وحسن معاملة الله عليه